التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهلة الأردنية الملك عبدالله الثاني بن الحسين وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالأردن أوضح متحدث الرئاسة أن الزعيمين أكد قوة وعمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشرقين كما تضمن اللقاء أيضا التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور اتجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة وحذر الزعيمان من التدعيات الخطيرة لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وأكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وشدد الزعيمان خلال اللقاء على رفضهما لأي محاولات لتهدير الفلسطينيين خارج أراضيهم ودعوتهما لكشف الجهود الدولية وتكثيفها لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما التقل الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس المنتخب لجمهورية إندونيسيا برادو سوينتو على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطريقة لغزة ترجمة نانسي قنقر